هل يجوز الإطعام العشر مساكين بمجرد من المال في حالة كفارة اليمين وما مقدار ذلك؟ وهل يجوز إعطاؤها أسرة واحدة مكونة وطن عشر أشخاص واجهونها جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بسم الله وسلم على نبينا محمد تعالى له وأصحابه أجمعين وبعد كفارة اليمين أذكر الله تعالى بقوله لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولا يؤخذكم بما عقدتم فالأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام؟ ذلك كفارة أيمانكم إلا حلقتم واحفظوا أيمانكم فذلك يضيّن الله لكم آياته لعلكم تشكرون فبين بهذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين تتكون الانتصال ثلاث مخير بينها وواحدة مرتبة أما الثلاث المخيرة فهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة يعني رقبة وأما المرتبة فهي قصيام إذا لم يجد واحدة من هذه الأمور الثلاثة الإطعام أو الكسوة أو العث إنه يصوب ثلاثة أيام والإطعام يكون بإعطاء عشرة مساكين يعني فقراء إعطائهم كل شخص منهم نصف صاعب من الطعام ومقداره بالكيلو كيلو نصف تقريباً والطعام الذي يوكل عادة في البلد والكسوة يكون لكل مسجين ثوب على حسب عرف البلد إما ثوب قد يصوى إما إيجار ورداء حسب عادة بلد والعتق يكون بعطق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب وأما دفع الدراهم بدلاً من الكسوة أو بدلاً من الإطعام أو بدلاً من العطق دفع الدراهم ويعطاها لعشرة مساكين هذا لا يجزي لأن الله سبحانه وتعالى إلا ما أمر بالإطعام أو الكسوة أو العطق العدود عن ذلك بدفع الدراهم مخالفة للنص ومخالفة النص لا تجود وعما إذا كان العشرة كلهم في بيت واحد فلا بسان يدفعها إليهم لأن المقصود تطعام عشرة مساكين سواء كانوا يمتحركين أو كانوا مجتمعين في بيت واحد